موسيقى لكل السادة المتابعين الأفاضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحب أعرف حضراتكم أنه جاري الآن حجز فيديو المراجعة النهائية لمادة الماس لبريب 1 وإن شاء الله فيديو المراجعة النهائية حيكون مغطي كل الأفكار والمسائل المهمة اللي دايماً بتيجي في الامتحان وبفضل الله هتكون مراجعة أضمن لك بيها أنك إن شاء الله تجيب الدرجة النهائية اللي شايف أنه محتاج فيديو المراجعة النهائية يرجى التواصل واتساب على الرقم اللي قدامكم على الشاشة علشان يسجل اسمه اشتركوا في القناة أهلا بكم أعزائي الطلبة والطالبات في درس جديد على قناة برايفتماس لسنز الدرس دا يعتبر أول درس في مجموعة الدروس اللي بتتكلم عن الجيومتريك ترانسفورميشن هاتفقنا إن الجيومتريك ترانسفورميشن هي مجموعة من التحولات الهندسية اللي مختصة بإننا عمل ترانسفورم أو نقل للبوينت من مكان لآخر وعملية انتقاد البوينت من المكان لآخر بتحكمها علاقة بيقولنا بنسميها الريليشن ودي بيدها لك فين في البروبين بتاعتك وقلنا إن الجيومتريك ترانسفورميشن أبارة عن ثلاث حاجات الريفليكشن والترانسليشن والروتيشن هنبدأ مع بعضين الريفليكشن وده منقسم لتوه لسونز لسون ناين الريفليكشن in a straight line ولسون تن الريفليكشن in a point تعالوا مع بعضين نبدأ الدرس الديفينيشن of reflection in a straight line تعالوا نشوف لو أنا عندي straight line وهعمل عليه الريفليكشن الريفليكشن ده أعبر عنه إزايش زي ما إنت شايفين عندي line إحنا نسمينه l وعندي point a أنا عايز أعرف الريفليكشن بتاعي الror الانعكاس بتاعي الror على هذا ال line l يبقى ايه الانعكاس بتاعي الror على line l بيبقى ايه ديش بجيبه أزاي بنزل بربنديكولر من a على ال line والístانس دي فهو عمل لها mapping juice النحية التانية يعني أخد قدها النحية التانية بالضبط يبقى point a عشان عمل لها reflection in l بنزل بربينديكولر من ال A على L وباخد الديستنس النحية التانية برضك بربينديكولر يديني A' اللي هي الريفليكتل بوينت طيب افرد البيينت B موجودة على اللين L لو البيينت B موجودة على اللين L بتبقى الامج بتاعتها is A is itself طيب تعال نشوف ازاي نجيب البيينت A بالدروينج علشان اجيب الامج بتاع البيينت A قف بالقومبس بتاعي هنا على البيينت A واعمل الارك الارك دا يحصل له انترسيكشن مع ال L في تو بوينت B and C بعد كده اجيب الكمبس بتاعي اقف عندي البي وعندي ال C بنفس الفتحة واخد اركين هنا هيحصل لهم انترسيكشن في ال A داش زي ال A زي المنظر دا تعال نشوف مبادئين اعملها ازاي اول حاجة حنعملها حنرسم ال line of reflection L ادي ال L بتاعي هو ادي ال line اللي هعمل عليه ال reflection دي ال point A اللي انا هعمل لها reflection هاجب الكمبس بتاعي اقف عندي ال point A واعمل الارك الارك دا هيعمل انترسيكشن مع ال line L في تو بوينت هنا ادي عندي كده ادي point B وادي ال point التانية اللي هي point C بعد كده باجب الكمبس بتاعي برضو اقف عندي ال B واعمل الارك هنا وبعد كده هاقف عندي ال C واعمل انترسيكشن في point هي ال A هي الامج بتاعت ال A اللي هي ال A داش بعد كده بتوصل ال A بال A داش واعمل هنا السيمبول بتاع ال right angle عشان اوضح ان ال line ده هابر بندكره لرى عن ال line ايه عن ال line ده طبعا مع بعضين نشوف ازاي يجيب image لبوليجون by reflection in a given straight line ده بوليجون عندي اللوة triangle ABC وعندي line L اهو ازاي يجيب reflection للبوليجون ده in line L ده بناخد كل point بتعامل معها الوحدها يعني مثلا ال point A حاجب الكمبس وقف عليها واعمل فتحة كده مناسبة بحيث ان الفتحة دي تطول ال line ده عشان اقدر اعمل intersection معه الارك ده هينترسيكت مع line في two points point A دي اهي بنفس الفتحة بُلقية كونبس اجي هنا واخد ARC وجي هنا واخد A واخد ARC يبقي انا عندي الفتحة بتاي اللي هفتحها هطهه في A هاعمل army هنا وفي نفس الفتحة اقف هنا وهنا واخدته ARC ستجديني point A اقف نفس الكلام ع الكل بي ادي الارك بتاعها هاقف هنا وهنا واخد الاركين دول نفس الكلام ع الpoint C هتاخد اليك هام القفار الحص inequ Ashley إذا أغيرت الفتحة الكومبس، فهي تظهر مفتاح ستتضرب على هذا الوقت ستأخذ مفتاح على امتداد ستزود A و ستزود line نبدأ مع بعضنا الرسمة ودي الوضع بي ودي الوضع بي ودي الوضع بي سنرسم الوضع ونقذ البوليجون الذي يعمل بيشتر هذا البوليجون حسنا يقضل بيشتر الوضع بيشتر سأخذ الوضع وسأخذ الوضع الوضع بيشتر بالنسبة لنسبة لستزود اخذ الوضع بيشتر أقوم بفتحة بفتحة مناسبة بحيث أنها تصل إلى LINE OF REFLECTION AL أقوم بفتحة 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 أقوم بفتحة 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 وهناك الـ point A' وهناك الـ point C' وبعد ذلك الـ وصل ما بينهم سوف أعطيك الـ image الـ polygon A ككل وهناك الـ image الـ ABC الـ A'B'C'A'C' ثم نرى الـ properties الـ reflection بعد ذلك الـ reflection الـ reflected shape ايه علاقتها بالـ A بالـ original سوف تلاحظ أن الـ polygon يجب أن يكون الـ congruent للـ original polygon يعني الـ triangle AB'C' سيكون الـ congruent للـ A'B'C' يعني ماذا هذا؟ يعني الـ lens الـ AC هو الـ lens A'C' و الـ lens AB' هو الـ lens A'B' يعني الـ reflection عندك بيعمل A'B' A'Dimensions بيحافظ على Dimensions لو عندي شكل وعملت له العكاس الصورة المنعكسة لازم هيبقى لها نفس A'Dimensions أو نفس الأطوال بتاعت الصورة الأصلية طيب ايه ثاني؟ هتلاقي ان الـ angle ديت زي الـ angle و الـ angle C ديت هي هي الـ angle ديت معنى كده ان الـ reflection بيريزيرف الـ measures of the angles يعني هيحافظ لك على قياسات الـ angles الـ angle اللي في الصورة هتبقى هي هي نفس الـ angle اللي في الأصل طيب ايه ثاني؟ هتلاقي بقى حاجة الـ reflection ما بيحققهاش دي بقى الحاجة الوحيدة للمختلفة عن الثلاث دروس يعني هتلاقي الـ translation بيحققها و الـ rotation بيحققها الـ reflection فيه حاجة واحدة بس ما بتطلعش معها مظبوطة ايه هي؟ انت لما تيجي تقرى الشبهة اسمه A-B-C لما انا جت قريته قريته كده ايه؟ clockwise تعال اقرى هنا كده A-B-C- قرينا ازاي؟ قرينا انتي clockwise يبقى هنا لما بيجي أقرى بقى أرى كده A-B-C الاتجاه بتاع القرية هنا العكس دي بنسميها الـ orientation يعني هنا الـ orientation أو التوجه التوجه بتاع اللترز هنا A-B-C ده clockwise هنا anti clockwise يبقى هتلاقي الـ orientation عندك بيريزيرف الـ orientation بيريزيرف الـ orientation بيريزيرف بيريزيرف هكذا لكن ايه اللي بيعولوش الـ orientation اللي هي الـ orientation توجه الـ A القرية بتاعت النقاط انا ملخص لكم الـ properties اهو انا عندي الشكل ده اهو انا عندي A-B-C-D اريز اعمل لها الـ orientation طبعا الـ A و الـ B هيفضلوا زي ما هما على الـ Line عشان هما exist على الـ Line مش هيبعدوا عنه هيفضل زي ما هما طبعا الـ D اهو جينا عندي D خدنا الـ Arc وجينا هنا خدنا النظر ايه two arcs هم وداني الـ D' وهنا الـ C' رسمنا الـ image A-B-C-D' يبقى انا عندي image A-B-C-D' للصورة الاصلية A-B-C-D طبعا نشوف بقى العقا ما بين الـ image والاصل اول حاجة الـ reflection and straight line ودى هتلاحظها قدامك يعني الـ B-C دي 2 سنتيمترز في الـ image الـ B-C-D' 2 سنتيمترز برضه ايه تاني الـ reflection and straight line reserve measures of angles يعني هتلاقي الـ angle ديت هي هي نفس الـ angle دي والـ angle دي هي هي دي ايه تاني الـ reflection and straight line reserve parallelism يعني لو انت عندك الـ A-B A-B parallel C-D لازم في الـ image يطلع ان الـ A-B parallel A-C-D' حاجة تانية الـ reflection in a straight line reserve between us يعني ايه يعني لو نقطة in between يعني لو عندي نقطة هنا كده وعملت reflection للـ C-D النقطة اللي in between لازم تطلع in between في الـ image انا خليت دي اخر واحدة اللي هي الايه الـ reflection in a straight line doesn't reserve the orientation of the vertices of the figure دي اللي قلتلك من شوية انه ما بيحفص على الـ orientation يعني تعالى بص هنا بنقراها ازاي A-B-C-D ماشين ايه ماشين clock wise طب بص بقى دي A-B-C-D-D- ماشين anti-clock wise وبالتالي الـ reflection الحاجة الوحيدة اللي هو بيحفص عليها ايه هي الـ orientation الـ 5 points دول لازم تبقى حافظهم علشان دول هيجولك في الـ complete كتير تعالونا انتقل لجزء تاني من الليسون اللي هو الـ reflection in the Cartesian Coordinated Sublime الجزء ده اعتبر جزء مهم جدا لان معظم المسائل بتكون موجودة في الجزء ده الجزء ده الجزء اللي احنا خدنا من شوء بتاع drawing ما بيجيش كتير لكن كل الشغل بتاع الليسون بيبدأ من ايه بيبدأ من اول الجزء ده انا عندي هنا الـ point A الـ point A انا عايز اعملها reflection in A in X axis ده هنعمل هننزل perpendicular على X axis وبعد كده اخذ الـ distance ده اخذ الناحية التانية على ايه على متدادها هتلاقي ان الـ point A الامage بتاعتها اصبحت A داش هنلاحظ 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 ان الـ coordinates بتاعت الـ A عبارة 2-3 ليس هنا 2-3 سري طيب الـ A داش الـ coordinates هنزل A 3 وبالتالي هتبقى 2-3 طيب هل انت واخد بالك ايه اللي تغير ما بين الـ A و الـ A هتلاحظ هتلاحظ ان الـ X فضلت زي ما هي هنا 2 فضلت زي ما هي 2 ولكن الـ Y coordinate عندي اللي هو 3 اصبح negative 3 وبالتالي اطلع بايه من الجزئية دي؟ اطلع ان اي point هعمل لها reflection على الـ X axis هيفضل الـ X coordinate بتاعها زي ما هو ويتغير الصين بتاع الـ A الـ Y coordinate يعني اي point انت عندك X و Y لما اجعمل لها reflection in X axis تتحول لـ X و negative A و negative Y طيب ناخد examples 2 و 4 تعال او اعمل لها reflection على الـ X 2 تفضل زي ما هي والـ 4 تبقى negative 4 يبقى 2 و negative 4 يعني لو 2 و 4 كده تبقى الـ image بتاعتها 2 و negative 4 طيب negative 2 و negative 1 negative 2 تنزل زي ما هي والـ negative 1 تتغير تبقى 1 يبقى negative 2 و 1 ليه؟ بقى reflection على الـ X يبقى ثبت الـ X وغير الـ Y negative 5 و 3 تبقى negative 5 و negative 3 7 و negative 2 تبقى 7 و 2 اوكي؟ يعني اطلع من الجزئية دي reflection على الـ X بيغير لي الـ Y coordinates ويثبت الـ X طيب الجزء اللي بعد كده اللي هو reflection in the Y axis لو الـ Point A ديت عمل لها reflection المرادي على الـ Y هنزل بربنديكولر اخد نفس الـ Distance دي اخدها الناحية التانية على انتدادها هنلاقي ان الـ هنلاقي اصبحت A داش طيب الـ coordinates هنا ايه؟ والـ coordinates هنا ايه؟ الـ coordinates هنا 2 و 3 اصبحت ايه؟ اصبحت negative 2 و 3 يعني ايه؟ يعني الـ Y ما تغيرش ومين اللي تغير الـ X coordinate طيب اطلع من هنا بالقاتي الحاجة اللي هاحفظها ان انا اي Point عندي X و Y عايز اعمل لها reflection in Y axis تتحول لـ negative X و A و Y اصبحت الـ Y وغير الـ A يعني الـ 2 و 4 عايز اعمل رفلكشن على الـ Y اصبحت الـ Y وغير الـ A و X يبقى negative 2 و 4 طيب negative 2 و negative 1 تبضل ده زي ما هي وغير D يبقى 2 و negative 1 negative 5 و 3 اصبحت D وغير D يبقى 5 و 3 7 و negative 2 اصبحت D وغير D يبقى negative 7 و negative A و negative 2 بداية من هنا لازم تبدي تحفظ التغييرات اللي بتتم في عملية الـ Reflections وكذلك في الـ Rotation الترنسليشن طبعا بيجيب لك الـ Rule بتشتغل ايه فيش في حفظ الـ Reflection لازم تحفظ الـ Reflection على الـ X بيعامل ازاي Reflection على الـ Y Reflection على الـ Origin اللي هو الدرس الجاي والـ Rotation هنحفظ بعض بعض القواعد بردك من دي اوكي لان الحاجات دي كلها بتستعملها في الـ A في الـ Complete or Choose بيقول لي هنأكوم بيت The Following Table مديني مجموعة من الـ Points وعايز اجيب لها الـ Image By Reflection في الـ X Axes وفي الـ Y Axes انتفقنا في الـ X Axes هنثبت كل الـ X وبالنسبة الـ Y Axes هنثبت كل الـ Y طيب نعمل Ordered Bears كده هنطلع بالـ X ونعمل 2, 0, 3, 0 ونغير كل YA coordinates يبقى 1 تبقى negative 1 negative 3 تبقى 3 4 negative 4 negative 6 negative 6 negative 1 1 0 and 0 هنا عشان نعمل reflection على ال Y axis أثبت كل ال Y يبقى 1 negative 3 عشان نعمل على اللي فوق 4 negative 6 negative 1 0 and 0 ونعمل reflection على ال Y axis هغير كل الصين بتاعة X axis يبقى عندنا negative 5 negative 2 1 2 0 negative 3 and A and 0 نجيب على كده exercise 2 مديني مجموعة بيقول لي draw triangle ABC where A1 1 will be 4 1 with C 3 and 3 then draw its image by reflection على ال X axis وعلى ال Y axis طيب A 1 1 1 this is a A B 4 1 B C 3 3 and 3 this is a C I want to reflect on the X طالما على ال X يبقى عندي A dash هنسبت X 1 negative 1 B dash هنسبت X 4 negative 1 هنسبت C C 3 negative 3 A dash A dash negative 1 B dash 4 negative 1 C dash 3 1 0 3 C negative A negative 3 هو ده original triangle بتاعك اهو والامage بتاعته هي A هي اللي تحت ده يبقى كده عملت reflection على X axis بالنسبة Y axis الpoint زي ما هي add A add B add C طبعا لما اجي اعمل reflection A double dash هنسبت Y ونغير X B double dash اسبت Y وغير X C double dash اسبت Y وغير A X يبقى negative 1 و1 يبقى negative 1 وطلع 1 negative 4 و1 negative 3 وA و3 يبقى عندي A double dash B double dash C double dash ووصل A triangle لازم بقينك تاخد بالك ان A اتضي منش ازاي بعض لو لقيت اي اختلاف يبقى انت غلطان طيب الجزء اللي بعد كده اللي هو بيتكلم على symmetry او التماسل ادي عندك شيبة triangle اخد بالك line L عمل ايه اسم الشكل عندي لشكلين زي بعض بالزبط الفايصل عندك هنا انك لما تيجي تطبق الورقة 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 منطبق او حواليه يطلع الشكلين منطبقين على بعض يبقى الورقة الورقة منطبق الورقة إلى 2 congruent figures نيجي نشوف الجزئية دي اللي تتكلم عن عدد الورقة لكل جيومتري المجموعة دي بيجي لك بردك في اللي تشوز كمبيت كتير وراز تكون عارف بالنسبة للتريانجل الاسوسلس تريانجل عندي جزت ون اكسز اوف سيمتري اللي هو ده الاكوالاتر التريانجل عندي سري اكسز اوف سيمتري يعني اي واحد فيهم تختار يقسم لك الشكل ال السكالين مالوش يعني لو جيت انت السكالين اللي هو هنا كلها التلاتة مختلفين فين في المجر مالوش اي اكسز يقسم لك الشكل الشكلين اي تقدر تعمل لون فولدنج طيب نيجي بعد كده بالنسبة لما يخص البريو جرام البريو جرام مالوش اكسز اوف سيمتري تقول لي مستر وحيد انا حاس اننا لو خدته كده ينفع معاي يعني لو خدته كده مش ينفع مستر يقول لا ما ينفع انت انت على بعض يعني النقطة ما بتجيش عند النقطة دي طب هديك تقول لي مستر وحيد انا حاس ان ممكن يبقى كده لو عملته كده لها برده مش هيقفل على بعض وجربها يعني هات ورقة كده وحاول تختار ده وتطبق عليه الشكل مش هيتقفل على بعض طيب الريكتانجل لي تو اكسز لو جينا طبقنا الجزء اللي فوق على الجزء اللي تحت هيجوا على بعض بالزبط طيب الرومبس الرومبس بردك لي ايه لي اكسز اوف اوف سيمتري يبقى احنا البريو جرام زيرو اكسز اوف سيمتري الريكتانجل والرومبس زي بعد طيب نيجي بعد كده ال سكوير لي فور اكسز ترابيزيوم مالوش طيب الايزوسلس ترابيزيوم ليه واحد بس هنيجي نلاحظ حاجة كلمة ايزوسلس لو جيت شفتها ازا كان ايزوسلس ترابيزيوم او ايزوسلس ترابيزيوم هتلاقي جاست وايزوسلس اوف سيمتري يبقى انت ممكن تربط كلمة الايزوسلس بال ايه بال وايزوسلس اوف اكسز اوف سيمتري الريجولار بنتاجون 5 الهيكساجون 6 على حسب الاسم بتاع الريجولار بوليجون هيتطلع عندي عدد الاكسز زي بالظبط تمام يبقى اخلصت الكلام في الحتة دي مين اللي عندك لي الايزوسلس ترابيزيوم مين اللي مالوش البيرو جرام والايه والترابيزيوم اوكي تعالوا مع بعدينا نشوف بعض الproblems على اكسرسيز 9 problem 5 بيقول لي draw the image of the triangle ABC in which AB equal 3 cm, BC equal 4, AC equal 5 by reflection in the straight line containing the shortest A side يعني بعد ان مرسمه هتعمل reflection على الشورتست side اللي هو الAB لان الAB ده ده الشورتست side اوكي تعالوا نرسمها مع بعضينا اول حاجة هنعملها هنحدد line segment AB اللي هي 3 cm ادي الpoint A و ادي الpoint B و نوصل ما بينهم بعد كده اجي بالكمبس بتاعي انا محتاج اعمل ال A C وال B C طبعا النوع ده من الترينجلز مفيش عندك اي measures لانجلز وبالتالي لازم استخدم الكمبس عشان احدد ال two sides التانيين اجي هنا افتح الكمبس بتاعي فتحة 5 واعمل arc كده والB فتحة 4 واعمل another arc هيحصلهم intersection في الpoint C ادي الارك الفايف ودي عندي ال B اعمل arc 4 يحصل لهم intersection في الpoint اللي هي C وبعد كده اوصل ال B C وال A C طيب انا بعمل reflection على ال A B طيب انا اكبر ال line ده شوية ونبدأ نشتغل على reflection يبقى انا حرفلكت مين حرفلكت ال C بس لان ال A وال B موجودين على نفس line يبقى هاخد بالكمبس بتاعي فتحة مناسبة توصل لحد ال line ده وتعمل له intersection في 2 point وبنفس الفتحة اخد 2 arcs تحت يديني reflected point A C dash وبعد كده نقفل الترينجل بتاعي ادي ال arc حصل intersection في 2 points من عند 2 point هاخد ايه هاخد 2 arcs تحت والانترسكشن بتاعهم بيبقى ال image بتاع ال point A اللي هي C dash وبعد كده نوصل النقط ببعضها يبقى انا كده جبت ال image بتاع triangle ABC نيجي نشوف مع بعضينا problem 12 ودي باعتبارها من المسائل المهمة جدا علشان بتيجي كتير في الامتحانات بيجي بعضها بيجيش كلها طبعا زي ما هي كده تيجي اجزاء منها ومسائلة مشهورة ومسائلة مشهورة يبقى انا عندي تنزل بربندكل برابندكل 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 م في ترتيبها لابدكل برابندكل م انا وكمل توصل لحد ب لان هذه الحتة يبقى الصورة ب ب ناخد بالنا الترتيب لا تكتب م ب لازم ترتيب ال image ال ال الم ال الم الترتيب اصل هذا ال H تمسك كل نفس ال L و الم الحركة يبقى الذي brings الم ي التطع لازم ف wom تبقى DLM يبقى الترانجل DLM نصل إلى اللى بعد الامج بتاع برضك AlM على مين المرة دي? على الXZ على الXZ الم زى ما هي والL تبقى Y والA تبقى B يبقى ALM يبقى BYM يبقى الترانجل BYM الامج بتاعت نفس التريانجل ده المرادي على الام الا والام زي ما هم والل تبقى مين تبقى اكس يبقى عندي ALM تبقى AXM يبقى التريانجل AXM طيب الامج بتاعت AMB فين الAMB ادي الA و ادي الAM و ادي الB اللي هو ده التريانجل ده لما اجي عمله رفلكشن على مين على الLY الLY يديني ايه الAM زي ما هي والA تبقى D والB تبقى C نرى الترتيب يبقى DMC يبقى تريانجل DMC اللي بعد كده نفس التريانجل لما اجي عمله رفلكشن على الXZ طيب الAM زي ما هي يبقى هكي تبقى لنا التريانجل والAM في النص زي ما هي طيب الA تبقى مين تبقى بي طيب والB تبقى مين تبقى ايه يبقى تريانجل بي ام ايه طيب اللي بعد كده الامج بتاع السكوير AXML AXML لما اجي عمله رفلكشن على الY يديني مين الAM زي ما همه الA تبقى D والX تبقى Z يبقى عندي الA تبقى D والX تبقى Z والAML زي ما همه ويبقى تريانجل بي ام ويبقى تريانجل بي ام ويبقى تريانجل بي ام والD تبقى ايه يبقى هو اسمه DCBA اللي بعده التريانجل MZD MZD اللي هو ده بيقولك ايه بقى is the image of التريانجل MZC هذه MZC اللي هو ده كده يعني مين الاصل ده الاصل وده الصورة طب حصل رفلكشن فين واضح ان حصل رفلكشن في الMZ طيب AXM AXM is the image of CYM CYM ده الامج بتاع ده طب حصل رفلكشن فين واضح ان حصل رفلكشن في الBD لان الM زي ما هي والC تبقى A والY تبقى A تبقى X يبقى هنا الBD نيجي نشوف مع بعضنا problem 13 بيقول لي في الابسيت فيجر مديني ABC اذا الان اقوالاتريال طريانجل اقوالاتريال والD والE والF مديني الM الpoint الانترسيط يقول لكم بليت نقولنا ان الاكوالاترال ليس 3 اكسس يبقى عندي ده وده وده يبقى R A E وال C D وال A وال B F number two بيقول لي AB is the reflected image of AC by reflection in what? A B is the image of AC AB is the image of A E يبقى the image of A E يبقى the image of A E أولاً A 6 C B يبقى حصل reflection in where? حصل على A E Reflected image of A F يعني A F by reflection على B F يبقى ايه؟ أولاً F زي ما هي B F يبقى انا عندي A ال image of C يبقى A F يبقى C F and reflected image of C F in A E تبقى مين? C يبقى B وال F يبقى B D والمينة ومينة التي تبقى ثم ومينة المينة 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 ومينة هي تبقى المينة المينة أولاً تبقى F طيب المجرول في آنجل AMD شيئاً ستقوم بالمجرول في أي آنجل طبعاً في الريفليكتد ريانجل سيبقى آنجل ديت اللي هي AMF لأن The reflection in a line يتقتم ب إلى estánجل طب نيجي هنا رفلكتد اميج او التريانجل ام ب ام ب باي رفلكشن على الا اي ادي ام ب على الا اي اولا الا ام زي ما هي طب والب تبقى مين تبقى سي يبقى اي ام سي تبقى اللي بعد كده التريانجل بي ام سي بي ام سي ده الرفلكتد اميج اف وط باي رفلكشن ان سي دي بقى دي لو انا هعمل رفلكشن على السي دي يبقى الاصل بتاعه مين اولا السي والام موجودين زي ما هم يبقى انا عندي هنا الام والسي زي ما هم طب البيانت بي هكون جالي من مين هكون جالي من البوينت اي يبقى الام سي لما اجعل لها رفلكشن على السي دي يديني فعلا التريانجل بي ام سي اوكي ان الرفلكتد اميج اف وات باي رفلكشن ان بي اف طيب والبي ام سي ده اللي هو البي ام سي ده الريفلكشن بتاع مين الصورة بتاعت مين على البي اف على البي اف نفسه اولا البي والام زي ما هم اوكي والسي تيجي منين من ال اي يبقى حشيل بس البوينت سي وحط البوينت اي هيبقى التريانجل بي ام اي اوكي طيب زين البي ام اقوال مين اقوال اي ام والسي ام اقوال اي ام لان الريفلكشن بي ريزيرف ايه الريفلكشن بي ريزيرف اللينسز اف اللاين سيجمان ده لو مع بعضين انشوف البروبلمز اون رفلكشن انزا كارتزيان بلين ودي بتعتبر من المسائل المهمة واللي بتيجي كتير بيقولي انزا اوبزت فيجر رايد زا كوردينيات او زا اميج او ايش بوينت باي رفلكشن اين ال اكس اكس وال وال واي اكس اول حاجة لازم حدد الوينت سيلي عندي الوينت اللي عندي عندي الوينت اي الوينت بي وعندي الوينت سي وعندي دي وعندي اي الوينت اي عندي عبارة عن تو وفور الوينت بي عبارة عن فور وزيرو الوينت سي عبارة عن عندي متحركتش من زيرو ونزلت اعطوه نيجاتف تو يبقى زيرو ونيجاتف تو الوينت دي نيجاتف تو وان الوينت اي عبارة عن نيجاتف سي ونيجاتف تو اوكي طيب تعالا ما نيجي نشوف ال اي الريفليكشن اين ال اكس اكس يبقى هنا اين اكس اكس الاي حتبقى كان في ال اكس اكس حنسبت مين حنسبت ال اكس ونغير ال واي عشان ما تنتلغبطش اعملهم كلهم اعمل كده ونكتب ال اكس كوردينت كلها يبقى عندي هنا 2 4 0 نيجاتف تو نيجاتف سري وبعمل ايه بعكس السين بتاعة ال واي كوردينت اللي هي نيجاتف 4 0 2 نيجاتف 1 2 ده بالنسبة ال اكس اكس طبف ال واي اكس sz in y اعمل ايه هتثبت ال y يبقى عندي هنا 4, 0, negative 2, 1, negative 2 وبعد كده اكس الصين بتاعت ال a بتاعت ال x كوردينيات يبقى عندي هنا negative 2, negative 4, 0, 2 and a and 3 يبقى الجميع الاحوال لازم احدد ال points بتاعتي واستخدم الرول بتاعت ال reflection هنا بيقول لي copy each of the following figures on a lattice and draw the image of the figure by a geometric transformation as shown then write the coordinates of each vertex of the figure طيب احنا عايزين نعمل هنا ال reflection على ال x وال a وال y طيب اول حاجة نجيب هنا عايز لل x وال y طيب نجيب ال a ال point الاول ال a عندي عبارة عن a 2, 2 ال b عندي هنا عبارة عن 6 و 6 ال c عندي عبارة عن 6 و 4 اوكي يبقى ال a داش حت equal وال b داش وال c داش و 6 و 4 اوكي يبقى ال a داش و هنقصر ال y يبقى يبقى negative 2 negative 6 و negative a negative 4 يبقى 2 و negative 2 2 و negative 2 اهي يلي هي a داش 6 و negative 6 اهي 1 2 3 4 5 and 6 اهي يبدي عندي ب داش السي داش سيكس و نغاتف فور يبدي عندي سي داش بعد كده نوصلها يبقى انت دي الرفلكتد ايه دي الرفلكتد اميج بتاع الترايانجل اي بي سي. طب بالنسبة للواي نكتب البوينتس هنا عندي الا عبارة عن 1 و 1 البي عبارة عن نغاتف 1 و 2 والسي عبارة عن 2 يبقى عندي ا داش ب داش داش هنرفلكت انواي يبقى اكتب الواي زي ما هي ادي 1 2 and 4 واكسس ساين بتاع ال اكس اكسس يبقى نغاتف 1 1 عند نغاتف 2 نشوف نغاتف 1 و 1 يبقى هنا يبقى دي ا داش البي عندي 1 و 2 يبقى هنا دي البي داش السي داش نغاتف 2 و 4 يبقى ايه يبقى هنا السي داش وبعد كده اتوصلها مع بعضيها يبقى انت كده ايه البي داش احدد البوينت ستاعتي عن البوينت ايه عبارة عن 2 و 1 عن البوينت ب عبارة عن 1 و 1 البوينت سي عبارة عن 1 و 4 والبوينت دي عبارة عن 0 و 4 اجيب البي داش اخد بالك انا برفلك نواي يعني حنسبت مع بعضين الواي يبقى اكتبهم تاني الواي 1 1 4 4 واكس الصائم بتاعت ال اكس يبقى عندي نغاتف 2 نغاتف 1 نغاتف 1 نغاتف 2 و 1 يبقى هنا كده يبقى ايه داش البي داش نغاتف 1 و 1 السي داش نغاتف 1 و 4 نغاتف 1 و داش 0 و 4 زي ما هي و في عندنا الارجين هاو 0 و 0 هيفضل زي ايه زي ما هو انا عندي هنا ال او وصله بال ايه يبقى ال او توصل بال اي داش وبعد كده ال اي داش بال ب داش وبعد كده يروحوا للسي داش وبعد كده نقفل الفيجر بتاعه يبقى الشكل ده هو الامج بتاع الشكل ده هيفضل الفيجر اخد بالك بقى هنا الفيجر على الفيجر يبقى انت مشان نستعمل للرولز بتاعتنا يبقى عملها بالدروينج لما رفلكت على الفيجر الفيجر هيفضل زي ما هي والج زي ما هي تبدأ ده ينزل بربنديكولر عليه انا عندي 1 2 3 4 اروح فور الناحية التانية يبقى اوصي النقطة دي يبقى اي اي داش وعندي الاتش لما اعملها رفلكشن في الفيجر ستوصل لي هنا كده يبقى ده الاتش داش يبقى اوصي لدي كده ووصي لدي ووصي لدي ووصي لدي ووصي لدي آجد الفيجر termo p and 6 they c باعدي ضع و ضع و ضع باعدي ضع و ضع 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 و ضع نريد كده الرسمي من كده نريد رفليكشن على الـ X و أعطل أحدى حديث الـ A' B' C' مرغل على الـ X يعني سبت الـ X X Y 1 1 6 1 1 1 سيفيد الـ A' B' سيفيد الـ 1 سوف نرسلها مع بعضنا ونرسلنا الثاني تأخذ بالك لو حسيت ان الديميشن مختلفة يبقى انت غلط في تحديد الايه البوينت اكسرسايز سيرتين بيقولي يكمبليت the following table ادي البوينت هاي هنا الرفلكشن it's image by reflection in x axis وانا it's image by reflection in y axis لما يكون البوينت دي صورتها في الاكس هنسبت مين هنسبت الاكس يبقى 3 نعكس الواي تبقى 2 صورتها في الواي يبقى هسبت الواي يبقى negative 2 وعكس الاكس يبقى negative 3 طيب انا لما يكون عندي image عندي 1 و2 ودي اصلا معمل لها reflection في الاكس انا بثبت كده كده الاكس يبقى الواي هاللي تغيرت يبقى اصل الواي يبقى negative a negative 2 طيب تعالا بقى اخد دي وعمل لها reflection على الواي يبقى نسبت فيها الواي اللي هو negative 2 وعكس الاكس اللي تبقى negative 1 طيب هنا هنا عندي image negative 2 و4 يبقى الاصل بتاعها طالما هي reflection in y يبقى انا مثبت الواي يبقى 4 هنا ايه ثبتها ويبقى انا عكس الاكس يبقى هنا 2 ناخد دي نعمل لها reflection x يبقى ثبت الواي 2 يبقى negative 4 طبعا طالما 0 يبقى 0 و negative 5 بالنسبة عندي هنا 0 a و 5 لان الزيرو طبعا مفيش حاجة اسمها negative 0 انا عندي الواي هنا by reflection عبارة عن 3 و 0 انا مثبت اصلا 3 يبقى 3 و 0 اعمل لدي reflection يبقى negative 3 و a و 0 0 و 0 طبعا هي 0 و 0 و 0 و a و 0 طب exercise 14 بيقول لكم بليد the following image of the point 1 و 3 by reflection in x is a هو بيقول لي 1 و 3 يبقى هنثبت 1 عشان قال لي x يبقى 1 و negative 3 image of the point negative 2 5 by reflection على y يبقى هنثبت ال y واعكس الصين بتاعة x يبقى 2 و 5 image of the point by reflection is a in a is 2 و 3 واضح ان انا مثبت ال x يبقى reflection على x x axis ال image of the point by reflection in a is 1 و negative 4 هنا واضح ان انا مثبت مين مثبت ال y يبقى reflection على y axis بروبلم 5 image of the point 0 by reflection in a is itself itself يعني ايه؟ يعني 0 و 3 الزير و الزير و الزير و الزير انا مثبت هنا ال x وال y لا مثبت طبعا ال y لان ما يفعش اقول لي مثبت ال zero يبقى واضح ان هنثبت على y axis واضح ان هنثبت ال image of the point by reflection in a is itself itself يعني negative 5 و zero يبقى انا مثبت ال x يبقى على x ايه؟ x axis by reflection in x axis followed by reflection على y طب لما يكون reflection على x يبقى يديني كام 2 و negative 1 خد بقى 2 و negative 1 دي اعملها reflection على y يبقى هنثبت مين؟ هنثبت ال negative 1 واعكس ال a ال 2 تبقى negative 2 طيب ال image of the point 2 negative 3 by reflection على y axis يبقى نثبت ال y و نعكس ال x يبقى نثبت ال x و نعكس ال y طيب لو ال a' بيقول لي ال negative 2 و 3 is the image of the point 2 و 3 by reflection على y طيب then the image of the point a dash by reflection in the y axis هت equal a اعملها reflection على y يبقى هنثبت ال y و نعكس دي 2 و 3 يبقى is the point a و كده يبقى احنا خلصنا lesson 9 يارب يكونوا فمتوا كويس ده اول lesson من مجموعة lessons تحت geometric transformation درس مهم و سهل يهميني تحفظ فيه القادتين بتوع التحويل بتوع ال x axis و y axis لما برفلكت على ال x بعمل ايه ولما برفلكت على ال y بعمل ايه وبالتوفيق ان شاء الله موسيقى اشتركوا في القناة